بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على المساوي وبعد طبعا نتواجد فوحة الفضاء جميل جدا مركزيته رياصه معات الكوتوبية لمناء التاريخ الحضاري للمدينة مراهش ونتواجد أيضا أمام معلمة أو ذاكرة تقافية هي الخزانة البلدية هذه الخزانة البلدية فعلا تترمز البعد التقافي البعد المعرفي البعد أيضا كمرفق عمومي وقدموا خدمة عمومية ولا هي القراءة القراءة كمتعة القراءة كصانعات للعلم والمعرفة القراءة أيضا سلوك حضاري لتي عكس فيلال أننا ننبتق من حضارة القراءة ومن أمة ومن أمة كانت أول آية نزلت عليها إقرأ في أمة لا تقرأ ومع ذلك فهذا المرفق العمومي الآن الذي داخل فأي طربي اسمب الحاضرة المتجددة الذي طبعا تتمنى تعود فيه النظر وتصرع فيه الوتيرة للأشغال ونرزع فعلا هذه المعلامة لمدينة مراكوس ونرجع هذا الفعل التاريخي هذا الفعل القراءة داخل المجتمع والذي خص أصلا يكون تستجب التطورات ديال تطور المجتمع التطور الحضاري التطور التكنولوجي وتكون خزانة فعلا بمواصفة حديثة وحداتية قابلة على مواكبات التطور قابلة على مواكبات ما يسمى بالتطور الحضاري والتكنولوجي غير في هذا الموضوع ديال الخزانة البلدية لمدينة مراكوس الوضعية اللي قالت إليها ودابة معطلة منذ زمان بسبب مشاكل ربما ترجع إلى المشروع ديال الحاضرة المتجددة اللي واحد العدد ديال المشاريع يعني تعطلات ولا بقت بالفشال بسبب تدبير تدبير سيء ربما لذلك أنا كان أعتبر بأن الخزانة البلدية في مدينة مراكوش يعني عاصمة المرابطين ومهد الحضارة والتاريخ المغربي والثقافة يعني ما يمكنش نتصوره مدينة بدون خزانة بلدية وهذا الخزانة البلدية لعبته حد الضور مهم في تنمية لوعي التقافي في المدينة لطالما ارتادها متقافون طلبة باحثون وكيوجدوا في الضلة ديالهم من حيث الكتب والمعلومات والمعطيات الاخرية لذلك نحن فقط كجزء من المجتمع والسياسيين كنقولوا ضروري أن هذا الموضوع يطرح بشكل جدي على طاولة اهتمامات المسؤولين أنا كنوجه للكلام أساساً للمسؤول الأول على هذا الجهة ولي ولاية جهة مراكوش أسفي على عمدة مدينة مراكوش على رئيس مقاطعة جليز على مندوب التقافة على كل الفاعلين السياسيين الإداريين المدنيين على أنهم ينتبوا للموضوع لا يمكن لهذه المدينة أن يكون طعم أو رائحة أو لون بدون خزانة بلدية ولكن بغينا خزانة بلدية حديثة أني كنت اعتمد على الرقمنا على الأليات والأدوات الحديثة ماشي كيف كانت سابقاً هناك الخزانة البلدية اللي مر عليها الآن أزيد من أربع سنوات أربع سنوات وما خلتش الآن وما شرعوش في الخين ما وخلت واحد الفراغ فراغ كبير على صعيد الأنشطة التقافية والمبادرات اللي كتكون بها مجموعة الجمعيات التقافية في مراكش الرأي العام المراكوشي طبعاً يتسأل حول سبب هذا التعطر في الجهيز وإعادة هيكلة هاد الخزانة واللي كيف قلت في البداية مرات عليها الآن أزيد من أربع سنوات الأمر يتعلق بطبيعة الأهمية اللي كيوليوها المسؤولين على الشأن العام مراكش للمسألة التقافية بواجهنا عام واللي شكلات واللي الآن واللي كتشهد تراجع كبير على صعيد دينامي يادي لن الوقت اللي كانت مراكش مركز يشعاع ماشي على الصعيد الماحلي ولكن على الصعيد الوطني بشكلن عام وما يزيد الثقين بالله والتراجع انتع عاد البنيات اللي كانت تتدي دور هام جداً في تفعيل الأنشطة التقافية في مراكش نحن في مدينة مراكش كطالبة جماعات القضاعيات مختلفة في جولة كان عاني من عدم الخزانات والمكتابات عندما يريد الطالب مثلا أن يدير واحد البحث أو البيف أو سورنوت جياله كان يعاني بشأنه يلقى مراجع ومصدر المعلومات وخاكي الانترنت وكاين بزاف جلال المصادر ولكن الأغلبية الكوتوب التي تكون فيهم مالومة التي تفيد الطالب يكونوا بالفلس وخاف الانترنت وشحال هذه في مراكش كانت وعد الخزانة اسميها الخزانة البلدية كانت حدا كتبية الجرد اللورة الكتبية ودبار السنين ويام سدودة وحنا كطالبة كان عاني من أن نلقوا المعلومات ولا لقوا مصادر جيل المعلومات وماكررناش أن نواتحل شي خزانة في مراكش باش أن الطالبة ما يبقاش يطيحوا في هذه المشكل وينسعوا ونحن كلنا نعرف الطالبة في مدينة مراكش هم طالبة في المدن أخرين كي يعني بزاف جلال الحويجات أبار أنهم يتزادهم مشكلة جلال مصدر المعلومات التي هي الخزانة يعني بدلوا أنهم يديرون لنا شي مكشابة ولا شي مصدر جيل المعلومات ولو يكون قير صغير في أي وقت وبالأصف مراكش وأننا نلقوا من أننا نجيبوا المعلومات ونلقوا مصادر جيل المعلومات